السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بجميع الاخوة والاخوات المتابعين على القناة قناتكم فسها في هذا الفيديو الجديد والجميل اللي غادي ان شاء الله نسمعوا فيه شيحوي جد لي هي جديدة والتصريحات ديال الكاتب طهر بن جلون على قناة الاسرائيلية وهي الناطقة باللغة الفرنسية فقد كشف لنا سرا من الاسرار اللي كنا كانت سألوا يعني السبب ديال الازمة الصامتة ما بين المغرب وفرنسا تسمى ازمة الصامتة لا هي لكن هي البوادر ديالها كانت باينة لجميع المغاربة فشفنا ان ما كانش هناك زيارة متبادلة ما بين الماكرون وبين محمد السادس شتنا الازمة ديال الفيزات وكيف ان المغاربة منعوا من الحصول على التأشيرات لمدة كبيرة وان حتى وزراء ورجال اعمال وناس لهم معروفين تم منعهم من الدخول الى الاراضي الفرنسية او الحصول على تأشير الفرنسية فلاجأوا الى البحث او طلب تأشيرات اسبانيا وشتنا ايضا ان مولهم عبدالحفيد خضع لتفتيش طائرته الخاصة خضعت لتفتيش داخل مطارين فرنسي فهذه الاشياء واشياء اخرى واقعت ما بين المغرب وفرنسا السبب ديالها كان هو مكالمة هاتفية ما بين ماكرون ومحمد السادس ونشوفوا التصريح ديال بنجلون وما دقاله وما دارع في هذه المكالمة فهي سولة تشكون هو للجهة لأساءة التصرف او الادب واش سلطة المغربية او الفرنسية فهو يقولها بان ماكرون اساء الادب لمحمد السادس في مكالمة هاتفية او بالاحرى يعني فهم ينمقون الكلام ويجملونه بالعربية التعرب تسبو ماكرون قام بيشسمي محمد السادس لدرجة انه كان واحد العبارة ما غديش يقدر يقولها الطاهر بنجلون على بلاتو التلفازة فهي سولة بأي مناسبة كانت هذه المكالمة وقالها من مصادر موثوقة وان المكالمة كانت بخصوص تجسس المغرب والحموشي ومحمد السادس على فرنسا عبر برنامج بيغاسوس هو الذي تسبب في هاد الغضبة ديال ماكرون على محمد السادس هنا يتحرج من قول تلك العبارة يعني فشعيت له ماكرون قال له السي محمد قال له اش كتزعتر ماذا تزعتره رك تتصنت علي وكتتصنت على الوزراء ديالي والمواطنين ديالي والصحفيين ديالي فمنين كيتصل الرئيس الفرنسي ماكرون بمحمد السادس باش يعطيه يستفسر على المعلومة اللي وصلته هو ماشي قلسين في القهوة قال له شي واحد يعني هادك رئيس دولة وتبع له اجهزة اسمه خابرات وعنده تقارير ويعطيه بالتفاصيل الهاتف دياله واش انفكتي ولا ماشي انفكتي وماتا وكيف تم تعرضه لتجسس لذلك هو اهضر مع محمد السادس بين براتين نيت فمحمد السادس صاحب الهيبة اللي كيصوره لنا على انه المالك الخارق في الكواليس له شخصية اخرى مع رؤساء وملوك الدول فكي حلف له بالشرف دياله فقال له بان انا ماشي من النوع انا كنحلف لقب الشرف ديالي انا ماشي من النوع اللي نقدر ندير بحال هاد الشي فرض عليه ماكرون بعبارة قبيحة رفض الطاهر بن جلون ان يتكلم عنها او يفصح عنها احتراما للبلاتو التلفازي فلانا انا تخيل منين غايقول له هو غدي يجاوبه مثلا تقدر هاد الكلمة ديال الشرف ديالك تقدر تمسح بيها الى بغيتي مثلا اني هادا يلا قلنا هادا هو الحد الادنى اللي يقدر يهدر معا به لكن كنشوفو ان طهر بن جلون تحرج عن ذكر العبارة التي قيلت لمحمد السادس والتي اهين بها محمد السادس امام الرئيس الفرنسي ماكرون وهذا الشي يعني منذ بداية الازمة اللي منذ سنتين وما يزيد الان عاد كشفنا شنو هو سبب الازمة لكن الغريب في الامر انه خلال هاد الازمة وبعد هاته المكالمة كنا كنشوفو محمد السادس ياما يصارع المرضى مختفيا ومنين كيفيق كترجع فيه النفس شوية كمشي كيجري الفرنسا لدرجة انه قلس فيها لمدة ستة اشهر لا وعسى يعطف ويتكرم عليه ماكرون بزيارة ولا بشي جلسة ولا بشي صلح ولا بشي حاجة بحلاوكة لكن لم يحصل اي شيء من هذا القبيل بشي جلسة ويجب انه قلس ويجب انه قلس ويجب انه قلس لك 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 اجهزة مخابرات ديالك تتجسسوا علي. شنو مفرصك اشتهادي? ولا غاد قوله فعلا يكونوا تجسسوا عليك حتى نزايا. ولكن لمالك لي ما قدرش يحكم الاجهزة ديال لمخابرات دياله. ما قدرش يتجاوب مع رئيس دولة ند للنيد ويشرح له كيفاش وعلاش ما قدنش بشي حاجة ما تدروهاش ما قدنش على التجسس. ما تجسوش. فهذا القضية عندها علاقة ما بين المالك وما بين ماكرون والقضية ديالبيغاسوس لا علاقة للجزائر التي دائما يعني اي موضوع قد تلاحظوا دابا يعني ومن قبل ومن بعد اي موضوع يعني اه كتلقاه هو الترند في مواقع التواصل للمغربية واي ازمة مغربية غتلقى الصحافة المغزانية بطريقة او باخرى سيتم اقحام الجزائر بداخلها. كما داروا مع القضية ديال عبدالصمد ناصر الذي اكتشفنا الان يعني غدين نجيبها في فيديو اخر كتبغي ندير فيديو واحد لكن غدين طوال شي شوية. يعني تم الاعلان مباشرة لان هاد سيد كان عميلا للمخزن ويتجسس على صحفي الجزيرة وان السبب ديال طرد دياله الحقيقي هو اكتشاف امره انه كان عميلا يتجسس على الصحفيين ويروج لاطروحات المخزن. فعلى ما يبدو من خلال التصريحات هو كيقوله جو بان امانويل ماكرون هو اللذي سعد داخل البرلمان الاوروبي انه اللي عنده شي تقارير هو اللي غد يكون رسلها هو اللي اللي فضح امر يعني او المخابرات الخارجية المغربية التي كانت ترتع داخل البرلمان الاوروبي فيحاول الان ان يقطع عليها يقطع عليها جميع الخطوط ديال الوصل اللي كانت عندها او يقوم بتقليم اضافر محمد السادس وتقليم اضافر بنيته. فنكتفي بهذا القدر يعني من تصريح ديال الطهر اه بنجلون لانه تصريح طويل فيجوش فيديوهات ولا ثلاثة مقسمين فنعودوا باش نعرفوا شنه كان نقع يعني هادي واحد تلت شهور ولا اربع شهور عندما كان محمد السادس مقيما بالقابون فهو لمدة تلت شهور في القابون مختفي في جزيرة مع ابو زعيطر لا يحركوا ساكنا لا يهتموا للمغاربة مرة ازمات تضخم تحرير الدرهم اه ارتفاع الاسعار وعدة اشياء اخرى لكنه لم يتدخل لكن عندما جاء يعني ماكرون بزيارة الى دولة القابون وكان ذلك يتزامن مع تجاود تواجد محمد السادس بزحره بالقابون المختبئ بالجزيرة فارتكب ارتبكت الاجندة ديال محمد السادس لي ما كان مهتمت شي حاجة وما كانش كي كي ظهر اعلاميا فوصل الخبر كنشوفو هنا يا انه جوج ثلاثة حضر ماكرون الى دولة القابون لقيام بجولته الافريقية قبل منها بواحد الخمسطاش اليوم او اقل عندما وصل الخبر يعني بونغورة ساحبورة غدي يعلموا بان هناك زيارة فكنشوفو ان محمد السادس خرج من جحره وكأنه تلفتل الحلوفة ضغط الحلوفة باغيبين انه كيدير يعني اه ناشاطات هذا استعدادا للقاء ماكرون فلم يكن هناك رضا من طرف ماكرون حاولي بين انه ركاين مستعد وكذا وكذا لكن عدم لقائه مع ماكرون سيقوم باحراجه يعني علانية ان هذا السيد اه يتم اهانته من طرف الرئيس الفرنسي لانه يرفض لقاءه فهد السيد شنو عاوتاني مشا كيدير لنا مرة اخرى اختلق لنا يعني ضغية عاوتاني من موراها اه بعدها بيومين الزيارة الملكية اللي ذكر محطة جديدة فيما صارت اه تعزيز العلاقات المتجديرة وكذا وكذا في بما انه ما بقاش كيدير جوالات مبقاش كيدير كذا ضغط الحلوفة شوية عاود قال لك لا راه مريض عنده نازلة برد هايب 23 فبراير الخبر الاول في 17 فبراير تاني في 19 فبراير تالت في 23 فبراير اعلن على انه اصيب بنزلتي بردو بانه ما غير يطلقى لمع الرئيس السينيغال ولا مع ماكرون بعدها جاءت زيارة ديال ماكرون معلنة على ان محمد السادس لن يلتقي بماكرون باش كي سلو الشوكاب لدم ولا يوضع محمد السادس في موقف حارج لاننا كنشوفوا ان ماكرون في تلك الزيارة لقمع عدد من رؤساء الدول الافريقية وتم استثناء محمد السادس فينسب غيابه لعدم اللقاء الى المرض عوض ما يتنسب عدم اللقاء الى عدم رضا ماكرون سيد محمد السادس عنه دمتم في رعاية الله والى اللقاء في فيديو قادم السلام عليكم